نحن نتكلم عن الهلال الأحمر معنا على التليفون الدكتور خالد زاد رئيس فرع الهلال الأحمر بسينة نتعرف منه على كافة التفاصيل بنرحب بحضرتك معنا يا دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين وصباح الخير عليكم صباح الخير عليك يا دكتور كنا لسه نتكلم عن كيف يتم التنسيق بين الهلال الأحمر وبين أهلنا في غزة هم محتاجين هناك الحاجات الغتية هل إحنا عندنا زي ليست كده حفظينها في الكوارث ولا هم بيطلبوا مستلزمات طبية معينة هم عندهم عجز شديد فيها ولانا أنا بشكرك على السؤال وخلينا بقول أنه إحنا على مدار الساعة ومن ساعة اللحظة الأولى لأحداث قطاع غزة وإحنا على تعاون مستمر ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني وما بين الهلال الأحمر ويمكن سنحاول أن أرسل رسالة تضامن لزملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني على المعاناة والمصاب الأليم اللي هم بيعينوه خصوصا في عملهم وإننا كمان فقدنا عدد من زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني لا رقم واحد رقم اثنين احنا دائما على طول الخط وعلى تواصل مستمر وهم بيرسول لنا الاحتياجات لكافة الاحتياجات الموجودة في قطاع غزة وده من خلال لجنة موجودة في المكتب الرئيسي بتاعنا في القاهرة برئاسة بكتور رام الناظر ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري وغرفة عمليات مستمرة جدا ومتواصل العمل بالليل بالنهار لرسال الاحتياجات ومن ثم احنا بدورنا بنرسالها إلى أصدقائنا في كافة المؤسسات والتحالف الوطني والمنظمات الأممية والدول العربية سواء الدول العربية الشقيقة والدول العربية كمان أو الدول الصديقة من الدول الأوروبية وكافة قرارة العالم أكيد طيب دكتور رضح لنا مين من الدول أرسل مساعدات وطبيعة دورك وإيه في الهلال الأحمر والله يمكن احنا لغاية مبارح وصل لنا 57 طائرة من مختلف الدول العربية والدول الصديقة يعني على سبيل المبال الحاصر يمكن بدأنا كانت أول طائرة من الأردن الشقيقة وينتهينا مبارح ببرضو أول طائرتين من فرنسا بحضور السفير الفرنسي وكانت أبارة عن مجموعة من الأدوية والمستزمات الغذائية والطبية وال57 طائرة يحملوا أكثر من ألاف الأطمان من المواد الغذائية والمواد الدوائية لكن خلينا نقول أن كل ما تم إرساله لا يعد أن يكون نقطة في محيط الاحتياجات التي يحتاج إلى اقتغاد ومن هنا نحن برضو بالانتاز الفرصة ونطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني وفتح المعبر على كافة مصرعيه لأنه المصاب في قطاع غزة من النساء والأطفال ومستشفيات الصحية كبير وكبير جدا ويحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل إرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى قطاع غزة دكتور لو سمحت لي لو حاضر بتتكلم مثلا وليكن عن الطائرة الفرنسية اللي فيها مجموعة من المواد الغذية الطبية هل هذه المواد الموجودة على متن هذه الطائرة بتفرغ تماما في شاحنة وبتتجه إلى المعبر ولا بيتم تنويع هذه المساعدات بحيث أن احنا بما أننا في الهلل بنتواصل مع أشقائنا في فلسطين فاحنا عارفين الاحتياجات عاملة إزاي فبيتم تنويع هذه المساعدات وفق احتياجاتهم طبع خلينا أقول لك أنه في مجموعة من العمليات والفرز والتصنيف اللي بيشتغل عليه شباب الهلال الأحمر اللي برضو حابب وجلهم كلمة شكر من البرنامج الصباح الخير يا مصر لأنه يمكن في آخر إحصائية احنا عملناها من يومين وجدنا أن هؤلاء الشباب يعملون لأكثر من 70 ألف و700 ساعة متواصلة من بداية أزمة حتى اليوم وأنا أعي هذا الرقم جيدا 70 ألف و700 ساعة عمل متواصلة من بداية أزمة حتى اليوم لأنهم يقومون بمجرد وصول الطائرة لمطار عريشة الدول بإعادة وتحميل الشحنات التي تأتي من الطائرات ثم إعادة تصليم فرز كما ذكرت سيادتكم إذا كان هذه الشحنة تحمل أدوية تحتاج إلى درجة حرارة معينة يتم تخزينها في مخازن متخصصة التعاون مع مديرات الصحة وإذا كانت مواد غزائية تحتاج أيضا إلى مخازن جيدة التهوية يتم تخزينها في مخازن خاصة بالهلال الأحمر المصري قريبة من مطار العريشة الدول ومن ثم عندما يتم التنصيق مع الجهات المختلفة في معبر رفح لإرسال الشحنات يتم عادة تعبئتها مرة أخرى ثم يتم إرساله إلى معبر رفح ومن ثم دقولها إلى الجانب الفلسطيني تحت إشراف الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأنور نتمنى السلامة لأهلنا إن شاء الله في قطاع غزة إن شاء الله الوضع يستقر قريبا كل شكرا للمجهود الكبير اللي بيقوم به الهلال الأحمر الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسينة شكرا جزيلا لحضرتك